أرحب الآن بضيفية الكريمين من ستوديو النيل سعادة الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية أهلا بك يا دكتور أهلا بك سيد محمد وأهلا بكل مشاهديك الكرام وكذا ينضم إلينا من أنقرة مراسل القاهرة الإخبارية الزميل عمر أحمد أهلا بك زميلي عمر مساء الخير تحياتي لكم لن تختلف معي عمر في أننا سنبدأ مع سعادة الدكتور أسامة السعيد في القاهرة دكتور أسامة بدأ وكأنه ستكون هناك موجة عملاقة تجبر الإدارة الأمريكية على أن تعيد كل حساباتها الموجة انكمشت وكما قال ضيفنا في الفقرة السابقة الدكتور ماك شرقاوي تحولت إلى نسمة لا عملاقة فيها على الإطلاق هل نتوقع اختلافا في السياسة الأمريكية تجاه الإقليم أم أنه الطلقة كانت فارغة يعني أنا أعتقد أولا أن التغير الكبير والتغير الجوهري ربما سيطرق على السياسة الداخلية الأمريكية أكثر منه على الملف السياسة الخارجية بحكم أن السياسة الخارجية وما يتعلق بالتعامل مع العالم لا يمثل اهتماما كبيرا لدى الناخب الأمريكي وبالتالي تركيز الإدارة الأمريكية في الفترة المقبلة ربما سيتمحور حول مجموعة من القضايا الداخلية التي تريد أن تحقق فيها إنجازا يزيد من شعبية الديمقراطيين ويجعلهم مستعدين لانتخابات رئاسية مقبلة في المقابل أيضا سيسعى الجمهوريون إلى إحداث فارق أو إظهار الديمقراطيين في مظهر العاجز وبالتالي يكونونهم البديل المناسب في الانتخابات الرئاسية ما يتعلق بالسياسة الخارجية أتصور أن كثير من القضايا قضايا السياسة الخارجية ليست محل اختلاف كبير بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين في النهاية تحكمها المصالح الأمريكية وأعتقد أن أهم قضية بالنسبة لنا في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط عموما ربما قضية السلام الفلسطيني الإسرائيلي وأعتقد أن دعم إسرائيل بالنسبة للديمقراطيين وبالنسبة للجمهوريين هي مسألة تتجاوز الخلافات الحزبية هي مسألة بالنسبة لهم مسألة مبدئية وكل الحزبين يتبارى لتقديم التنازلات لصالح إسرائيل وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك تغيرا كبيرا في السياسة الأمريكية لكن دكتور أسامة ربما التغير الأوضح عفوا أن الدكتور تفضل سيكون في الملف الإيراني أرجوك تفضل كان هذا هو محور سؤالي يا دكتور أسامة ما أشير إليه أن التغير الحقيقي ربما بالزبط بالزبط يعني أن التغير الإيراني أو الملف الإيراني ربما كان الموضع الخلاف الأساسي ما بين منهج الديمقراطيين ومنهج الجمهوريين الجمهوريون أكثر تشددا في التعامل مع إيران لا ننسى أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعه سلفه أو سابقه الديمقراطي باراك أوباما وبالتالي التعامل مع إيران ربما هو ما يسير الخلاف حقيقة بين الديمقراطيين والجمهوريين أتوقع أن يكون يعني يضغط الجمهوريون في الكونجرس من أجل سياسة أكثر تشددا من أجل تصعيد حدة التوتر أعتقد أن انضمام وانخراط الولايات المتحدة في اتفاق نووي مقبل مع إيران ربما بات محل شك ربما هناك أيضا عوامل أخرى سيحاول الجمهوريون استغلالها للضغط على الإدارة الأمريكية لمزيد من التصعيد مع إيران منها على سبيل المثال إمداد إيران لروسيا بمزيد من الأسلاحة في حربها مع أوكرانيا أيضا التظاهرات الداخلية الإيرانية الدور الإقليمي لإيران في المنطقة العربية وبالتالي أعتقد ربما أن الملف الإيراني هو من سيحتل أو ما سيحتل الصدارة في الخلاف الجمهوري الديمقراطي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لإقليمنا العربي